وفي مجال جهود الدولة للحد من تلوث المسطحات المائية واستخدام الطاقة النظيفة افتتح وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي محطة صرف طلبات سبعة لخدمة زمام 86 ألف فدان بمحافظة كفر الشيخ وأكد وزير الرأي أن مصر أعلى دول العالم في إعادة الاستفادة من المياه لتوفير احتياجاتها منها وأضاف أنه تم تقليل نسبة التلوث والملوحة النتيجة من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وتحويلها لفرصة من خلال منع صرف تلك المياه في مياه البحر وإقامة محطات معالجة كاملة الاستفادة من مياه الصرف والمياه الجوفية والطاقة الشمسية لسد جزء من مشكلة العجز المائي والزيادة السكانية